وإلى الشأن المحلي حيث أشاد محافظ شمال سيناء الواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة بدور الغرفة التجارية في توفير السلع الأساسية وقال المحافظ خلال افتتاح تطوير مبنى الغرفة التجارية في العريش إن الغرفة كان لها دور كبير في محاربة الإرهاب من خلال توفير متطلبات المواطنين خلال العملية الشاملة بالتنصيق مع الجهات المعنية مشيرا إلى تعاون بين المحافظة والتموين والغرفة التجارية لحصول المواطنين على الاحتياجات الأساسية بالأسعار المناسبة حيث تساهم الغرفة في ضبط الأسواق في محافظة شمال سيناء